حيث استهدفت قوتنا الباسل اوكار الارهابيين وتجمعاتهم في درع البلد وطريق السد وقرى الشجرة وتسيل والاحراك والناصرية وسحم الجولان والشبرق ونافع وجملة وقضت على اعداد من ارهابي جبهة النصرة من بينهم حمد الزيادة وطارق الجوفي اردنيا الجنسية وعصام الرفاعي ومحمود الكلش وخلدون الحريري الملقب ابن حوران وفي الشيخ مسكين اشتبكت وحدات من اشاوس جيشنا الباسل مع عصابات ارهابية على طريق الشيخ مسكين قرفة قضوا على كامل افرادها وصادروا اسلحتهم